اهلا بحضراتكم من جديد ودلوقتي يجي معدنا مع الفقرة التالتة والاخيرة موضوع حلقتنا النهاردة هو العنف الاسري للاسف فيه اسر كتير بتتعرض للعنف الاسري والعنف ليه اشكال كتير وليه انواع كتير العنف ده ممكن يكون ما بين الازواج ما بين الزوج والزوجة وايضا العنف ده ممكن يطول الابناء يكون ما بين الاباء والامهات والابناء والحقيقة انه لما بنشوف العنف الاسري ما بنكونش عارفين نتعامل معاه ازاي مجتمعيا لانه العنف الاسري بالتأكيد اكيد اكيد هو شيء من ضمن الاشياء اللي دخلت على المجتمع المجتمع المصري عمره مكان فيه عنف اسري عمره مكان يتميز او يعني دائما وابدا كان يتميز بالحب والتفاني ما بين الاسرة المصرية فالعنف الاسري ده نقدر نقول انه من مدخلات اللي دخلت على الاسرة المصرية مؤخرا ممكن نقول بقى بسبب السوشيال ميديا ممكن نقول بسبب موقع التواصل الاجتماعي بسبب الانفلات في الاخلاق حاجة كتير هنقشها وهنعرفها هنعرف اسباب العنف الاسري وهنعرف ازاي نتعامل معاه وهنعرف لو انا زوج وعندي زوجتي عصبية وازاي احتويها لو العكس برضو ازاي احتوي ونعرف كمان تأثير ده على ابنائنا لانه مهم جدا نعرف تأثير ده على ابنائنا لانه التأثير بيبقى كبير جدا 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 هنعرف كل ده واكتر من خلال دفتنا اللي بتشرفنا في الستوديو دكتور دعاء حسين استشاري الصحة النفسية دكتور بالرحب بحضرتك وصباح حفظ اهلا بك طبعا كان نفسي نتكلم في موضوع يعني يكون لها طاقة ايجابية اكتر من كده لكن العنف الاسري مهم برضو ان احنا ننقش ونعرف اسبابه ونعرف ازاي نواجهه لانه للأسف هي ظاهرة موجودة في المجتمع المصري وموجودة في البيوت المصري ايه اسباب انتشار العنف الاسري السنوات الاخيرة طبعا العنف الاسري ده موضوع كبير جدا لو اخدنا حلقات كثير جدا مشانا نقطي الاسباب والسلبيات اللي بتنتج عن العنف الاسري طبعا اسباب كثير جدا بسبب اولا لو هنتكلم عن الازواج الازواج دول ممكن يكونوا تنشأة الاجتماعية اصلا اكترابوا فيها في الاسرة هم تنشأوا تنشأة سلبية لما نيجي نتكلم عن الزوج والزوجة بنرجع الاول نشوف الاسرة اللي نشأ فيها ايه عشان يأثر على زوجته ولا زوجها فهي اسباب العنف في الاسرة كثير جدا منها اسباب نفسية اسباب اجتماعية واقتصادية اسباب بيئية اسباب ممكن تكون بسبب الاعلامية مثلا الناس اللي الزوج والزوجة ممكن يبحثوا كثير على السوشيال ميديا يشوفوا افكار غلط افكار مغلوطة مشواهة كثير جدا فبالتالي بيأخذوا افكار مغلوطة وبينفذوها في حياتهم فبالتالي بيأثر عليهم كمان الاختيار الخاطئ لما نلاقي الزوج والزوجة اصلا بيختاروا اختيار خطأ من الاول لما نقول له اختيار شريك الحياة ما نختار شريك صح وده بيخلي الاسرة باستقرة نفسيا ما نلاقي الزوج بيختار شريك الحياة اصلا الاساسياتها مفيش توافق بينهم ولا توافق فكري وطوافق عقلي ولا توافق نفسي ولا اجتماعي فبالتالي هم والاتنين لما بيعودوا مع بعض ما بيبقاش فيه أي طوافق بينهم والاتنين فبالتالي بينتجوا العمر في الأسري وبالتالي بينعكس على أولادهم فيما بعد فالاختيار الخاطر من الأساس للزواج أو شركة الحياة أصلا بيبقى غلط من الأول غير التنشاء الاجتماعية بتاعت كل فرد أو كل طرف يعني طيب إحنا هنمسك الأسباب دي سبب سبب ونبتدي نفسصه كده ونحلله عشان نعرف الكواليس بتاعت كل سبب لكن مهم عندي أبتدي بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لأنه زي ما لها إيجابيات كتير جدا طبعا لها سلبيات كتير جدا وللأسف السلبيات دي أثرت بشكل كبير جدا على المجتمع المصري وابتدينا نشوف ظواهر غريبة على الأسرة المصرية واحدة من الظواهر دي بالتأكيد هي العنف الأسري العنف الأسري عمره مكان موجود أو من سمات الشعب المصري بقى موجود بكثرة بعد وجود المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هل التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي وأنا أصدت أن أحدد الأبليكيشن ده بالذات لأنه اللاييفات والفيديوهات الموجودة عليه مسيئة جدا في الفترة الأخيرة فهل المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كان لها دور كبير وسبب كبير في انتشار العنف الأسري؟ للأسف فيه ناس بتستغل المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الترند بعيدها في أنهم عملوا فيديوهات خطيئة يشوي أفكار الناس اللي بتتفرج وممكن يكونوا أصلا ما فيش أي مشاكل وأي حاجة ممكن يعملوا أي حاجة كدعاية ليهم وألانات ليهم وبس وبالتالي الأطفال الصغيرين بيتفرجوا الأزواج بيتفرجوا الناس الكبار بيتفرجوا فبيأخذوا أفكار مشوهة وبتسوق حياتهم الولاد الصغيرين بيقعدوا دايما على المواقع السوشيال ميديا بتلاهم فيه أفكار وحاجات في دماغهم وتصرفات وأنهم ممكن أصلا يكتسبوا سلوكيات خطيئة بتلاقي أطفال بيكتسبوا ألفاظ يتلفزوا ألفاظ سيئة بتلاهم بيأخذوا عنف وعدوانية بسبب الأغاني وبسبب العلعاب اللي بلعبوها السوشيال ميديا كل ده بيأثر عليهم فالمشكلة الأفكار اللي بيعرضوها إيه الناس لما بتعرض أفكار على التيك توك والسوشيال ميديا للأسف تبقى أفكار كلها خطيئة والناس بتكتسب دون تفكير ودون أي وعي بالقصة دي ولازم بقى في القابة لازم بقى في القابة من ناحية الأسرة مش لازم أن أنا سيب الولد أو البنت يقعدوا تفرجوا على السوشيال ميديا والتيك توك ويأخذوا أفكار مشوهة يعني كثير من الأطفال الصغيرين بتلاهم بيرددوا كلام بتلاهم بتفرجوا على فيديوهات خطيئة جدا بتأثر عليهم على سلوكياتهم ونرجع نقول سلوكيات أولادنا تغيرت ليه ليه الإبن ده أو الطفل ده عنيف ليه دايما بيعامل أصحابه معاملة سيئة ونرجع من لهم بيتفرجوا على السوشيال ميديا وبتسبوا أفكار وبيبقوا معنفين وحاجات كثير جدا بيعضوها على السوشيال ميديا والأم والأبا ما عندهمش وعي ولا في رقابة جيدة في الأسرة فده عامل كبير جدا السوشيال ميديا على انتشار العنف الأسري وانتشار المشاكل السلوكية عند أولادنا وانتشار حالات الطلاق والانفصال كترك جدا جدا الفترة دي طيب خلينا نروح للسبب تاني وخليني أسأل حضرتك عن الأحداث الجارية اللي بتحصل حوالينا في المنطقة من سرعات وحروب وأخبار بنسمعها بشكل يومي عن وفيات وعن شهداء وعن إصابات هل الأخبار اللي احنا بنسمعها كل يوم واللي بتكون حوالينا في كل مكان حتى لو انت قاصد انك ما تسمعش أخبار هتسمع ولو انت مش عايز تشوف أخبار هتشوف غزبة عنك سواء على السوشيال ميديا أو على القنوات الإخبارية أو في الراديو في أي مكان هتسمع حتى لو كل ده انت قفلته هتسمع من صاحب ليك في الشغل أو من قريب ليك هل الأخبار دي بتأثر على نفسية الأزواج فبالتالي بينتج عنها عنف أسري أكيد أي حاجة بتتفرج عليها سلبية ترد عليك نفسيا دايما زي ما بنقول حتى الأب أو الزوجة لما بيروح شغله وبتعرض لمشاكل سلبية كتير وضغوط في شغله أكيد بتلاقي الأب اللي هو عنده يعني غير واعي وعلى غير مدرك بالأطفال بتلاقيه يعني عكس ده كله ما بيخش البيت بيفرق شمحنته السلبية كلها على ولاده فشيء طبيعي أي حاجة سلبية بتتفرج عليه في السوشيال ميديا أو أي موقف بتمر بيه في شغلك أو أي حاجة ضغوط أو أزمات بتأثر عليك نفسيا بس الفكرة في أن أنت تقدر تفرج ده أن أنت تقدر تتعامل إزاي مع الضغوط دي بحيث أنها ما تأثرش على أسرتك وعلى ولادك ولا علاقتك بزوجتك أو الزوجة نفس الوضع بتمر بضغوط كتير جدا في شغلها بتشوف مواقع أخبار كتير جدا سيئة على السوشيال ميديا على قد ما نقدر ما نقدرش أننا نندمج بمشاعرنا في الأخبار دي والأفكار دي على أساس ما تأثرش علينا ولا على ولادنا للأسف في كتير من الأزواج خصوصا حديثي الزواج يعني بيكونوا دايما مش يعني مش وغدين على تربية الأطفال بشكل عميق فبالتالي ممكن زوج يزعق لزوجته أو زوجة تعلي صوتها على زوجها وللأسف قدام أبنائهم وللأسف هما مش بيكونوا عارفين أن ده بيأثر بشكل سلبي وبشكل يباني أنه غير مباشر لكنه في الحقيقة مباشر جدا على الأبناء تأثير ده إيه على الأبناء وإزاي بينتج عنهم يعني عن الأحداث دي كلها أو عن كل ما يحدث من أبناء للأسف أضرار نفسية وأضرار ممكن تكون كمان جسدية وممكن فيما بعد الأبناء دول يتحولوا لمجرمين حقيقيين بسبب اللي هما شافوه من أبناءهم للأسف معظم الأباء والأمهايات ما عندهمش وعي أن المشاكل فعلا والخلافات الزوجية متأثر جدا على الولاد الحياة الزوجية قائمة أساسها على الاحترام والتأدير بين الطرفين لازم بقى فيه احترام لازم يكون فيه تأدير بينهم وما ينفعش أن احنا نظهر خلافاتنا الزوجية قدام أولادنا لأن هما ممكن الطفل يكون بيتفرج على أمه هو بعمل ذا الكاميرا مرائب كل الخلافات الزوجية وكل كلمة بتتقال بين الأب والأم فبالتالي بتأثر عليه نفسيا بتأثر على سلوكياته ممكن سلوكيات كثير جدا بتندج على الطفل الصغير حتى من غير ما يتكلم تبص تلاقي الطفل ده مثلا عنده خوف زايد عنده عدم الإحساس بالأمان لأن أول حاجة في الأمان هي دايرة الأسرة الأب والأم الحاجة الوحيدة اللي بيحس بيها الطفل بالأمان الأب والأم أول حد ليهم بيتعامل معاهم فلما بيكون في خلافات زاوجية ومشاكل زاوجية كثير الطفل بيفقد الأمان كمان بيتعرض للتباول لإرادة ونايم للأحلام المزعجة والكوابيس وبالتالي بيتعرض للعدوانية ممكن تلاقي طفل مع زمايله برا في المدرسة عنده عدوانية وعنفه وبيضرب زمايله نرجع نلاقي الأسرة أصلا فيها عنف وفيها إهانة وفيها توبيخ من ناحية الأب والأم فلازم بقى فيه احترام وتقدير بين الزوج والزوجة قدام الأولاد الحياة الزوجية قائمة على كده لازم يبقى فيه حب وتفاهم والجواز موضة ورحمة ما يبقاش فيه عنفه قدام الأولاد حتى لو فيه مشاكل زوجية الحياة الزوجية النكحة هي اللي يكون فيها مشاكل بس قادرين نعدي ده نحط إيدنا في إيدين بعض ونقدرين نعدي المشاكل للأزمات الزوجية وحتى لما يكون فيه منقشة في أي موضوع من غير ما الأولاد يحسوا بالظبط حتى لما يكون فيه منقشة في أي موضوع إيه اللي يمنع أن يكون فيه منقشة حتى لو فيها حدة شوية لكن بعيدا عن الأولاد بالظبط من غير ما يحسوا بصوت عيني من غير ما يحسوا أنه فيه توطر وفيه عدم استقرار في الأسرة لأنه ده بيأثر عميم جدا للأسف أبا و أمهات كتيرين مبقاش عندهم معيب كده مبقاش مفاهمين أن الولاد فعلا بتتأثر تقولك يعني عنده بيشتكوا من سلوكيات معينة في أولادهم عدم تحسير الدراسي الخوف الكتب العدوانية كل السلوكيات دي كلها بتبقى نتكامل الأسرة والأب والأم بقاش عارفين كده تيجي عند العيادة وتقولي ده عنده وعنده وعنده طب نرجع للأسرة نرجع نشوف المعاملة بين الأب والأم إيه نشوف إيه المشاكله والخليفات الزوجية الموجودة في الأسرة اللي بتأثر عن الولاد وبقى مش ولد بس بيقى طفل واثنين وثلاثة وكل طفل هتلاقي عنده مشاكل سلوكية المختلفة غير تاني أو لما بيكبر كمان بتلاقي يروح يا أصدقاء السوق يروح بعد كده يتعلم حاجات تانية يروح يتعلم الإدمان الأصدقاء السوق يوديوا الحتة تانية خالص ونرجع نقول فينه ولدنا احنا اللي بنفقد ولدنا بأدينا لما نقرب منهم ونحتويهم نتكلم معاهم وبقى كلامنا كله إيجابي هنجيبوا ولدنا غاية عندنا لكن الأسوأ والعنف والتوبيخ والإهانة هو ده اللي بيخلي ولدنا ينفروا مننا وبعد كده بنقعد يدور عليهم مش بنلاقيهم بعد كده نلاقيهم أصدقاء بقى السوق ندمجوا معاهم عرفوا حد برة مثلا ندمجوا مع حد مثلا المدرس المدرسة بتلاقيهم بيتكلم معهم بإرياحية لكن طول ما فيه حوار في الأسرة وفيه احتواء وفيه حب ده بيخلي الطفل كويس وبيكون سوي نفسيا على قد ما نقدر أكيد دكتور دلوقتي كلنا بنمر بزروف اقتصادية صعبة خصوصا زي ما قلت حضرتك مع الحروب ومع كل اللي بيحصل حوالينا في المنطقة أكيد كلنا بنمر بزروف اقتصادية صعبة ودايما دايما في البيوت المصرية الظروف الاقتصادية الصعبة هي الشماعة اللي بنعلق عليها كلها سيبيني عشان أنا متنرفس دلوقتي عشان أنا مش معاي فلوس سيبيني عشان أنا متنرفس دلوقتي عشان مش عافق فدايما الفلوس أو الماديات هي الشماعة اللي بنعلق عليها إزاي نتجاوز هذه المشكلة أو هذه الأزمة ونبتدي نتعامل في حدود إمكانياتنا دون ما نعمل مشاكل ودون ما ندخل في صراعات وأطفالنا يتأثروا نفسيا وكل بقى المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها دي ما تحصلش إزاي في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية نقدر نتجاوز ونعيش كويس خلينا أقول لحادثة أصلا كلنا مش بنعيش حياة مثالية الفقير ما بيعيش حياة مثالية الغني يافص الوضع بس الفكرة في إيه؟ الفكرة في الرضا الرضا هو الباب الملك الاستعادة هو اللي بيحسسنا بالسعادة وإن إحنا نكمل قادرين نكمل حياتنا وقادرين نعدي الأزمات اللي إحنا فيها كلنا عندنا احتياجاتنا اللي محتاجينها المادية والرفاهيات كتير جدا بس إن أنا أرضى بكل حاجة في حياتي دي في حد ذاتها بتحسسني بالسعادة كون إن الزوج يرضى مثلا بالقدرات المالية اللي عنده حياته عمتا زوجته أولاده الرضا نفسه ده هو يحسسك بالقبول لأي حاجة بتمر بيها القبول بالأزمات كمان الإحتياجات النفسية مهمة جدا مش معنى إن أنا الإحتياجات المادية اللي عمنا لي مديقاني ومتعباني نفسيا وخلي علاقة بزوجتي مش كويسة وعلاقة بأولادي تم الإحتياجات النفسية محتوي زوجتي واحتوي زوجي وقلوا الدنيا هتعدي الأزمات هتعدي والظروف هتعدي وكل حاجة ووضعينا هيبقى أحسن إن شاء الله كل حاجة هتعدي لما يكون كلامي إيجابي مع اللي قدامي الظروف هتعدي لما يكون إيدنا في إيدين بعض كل الأزمات والعقابات اللي احنا ممر بيها بتعدي ففكرة في فكرة الرضا في ناس كتير جدا يام عندهم عقارات وعندهم أموال كتير جدا بس مش حسين بالسعادة ناس مشاهير كتير جدا ومش حسين بالسعادة ناس ناكحة كتير جدا وبتحقق أهدافها بتحس إنهم مش حسين بالسعادة ففكرة السعادة نفسها هي قرار إن أنا بكرر أكون سعيدة وأكرر أن أنا أكون متقبلة لكل زروفي حتى لو عندي احتاجات تانية محتاجاها بس أنا متقبلة وردية الرضا نفسه ده هو اللي بيحسسك بالسعادة وبيخليك تعدي أي زروف وأي أزمات وتعدي أي مشاكل عندك في الأسرة وبالتالي ده بينعكس على أسرتك وبينعكس على أولادك طول ما الأب والأم راضيين وحسين بالسعادة وإعلاقتهم كويسة ببعض مفيش فجوة بينهم مفيش فئة بينهم وعنف ولا أي مشاكل كل ده بينعكس على أولادنا لأن إحنا مرأة لأولادنا طول ما أولادنا شايفيننا في مستقررين نفسيا كويسين محتوين بعض في تفاهم بيننا في توازن في الكلام وفي الأمور وفي العطاء وفي الحب كل ده بيرجع لأولادنا لأن الولد بيتفرج على كل حاجة بتحصل في الأسرة وبينعكس عليه بنعكس عليه في سلوكياته بيبتزن ما يخرج بره المجتمع بينعكس ده كله على علاقته بالناس اللي حواليه بيجبر في سن المراقض بص تلاقي ده كله بيظهر وهو بتعامل مع اللي حواليه فلما نحسس الطفل بالأمان والاستقرار النفس داخل الأسرة أكيد هيطلع أطفال أسوياء وأن هم قادرين يتعاملوا مع الناس بره أكيد طب يا دكتور خلينا نفترض كده افتراضيا يعني حالة جات لحضرتك العيادة وأب وأم معاهم ابنهم والأب والأم بيقولوا لحضرتك أنهم عايشين حياة سعيدة ما فيهاش عمف أسرية الأب دايما بيكون حريص أنه يتكلم مع زوجته في الأمور اللي ليها علاقة بالمشاكل الحياتية بينهم وبين بعض وعايشين حياة مثلا جدا لكن الابن للأسف طالع عنيف سلوكياته عنيفة مع صحابه بيتعامل بعنف مع زميله في المدرسة ومش عارفين ده ناتج من إيه مثلا أو الموضوع مالوش علاقة قصدي يعني بالأسر إزاي نتعامل مع الطفل ده وهل التعامل معاه يكون بنفس الدرجة من العنف اللي هو بيقدمه عشان يبقى عارف لأنه ده فيه ناس بتقول كده إنه لا يتعامل معاه بعنف عشان يبقى عارف تأثير ده إيه على اللي قدامه ومدرسة تانية بتقول إنه لا التعامل يكون مختلف إزاي يتعامل مع ابني في الموقف ده للأسف يا فندم العنف بيجيب عنف طبما أنت هتتعامل بعنف هنعاكس علينا بالعنف فما يفعش لما تجي لي حالة زي كده وتقول لي برضو إحنا بنتكلم معاه وكويسين معهم وفيش أي خلافات زوجية في الأسرة أقول لهم في حاجة غلط في حاجة مفقودة مع الولد في حاجة مفقودة هم بيش مدركينها لازم هيتلاقي السلوكو اللي هو بيعمله ده لازم يكون نابع من حاجة معينة لو لقينا الأسرة كويسة ومفيش حاجة هتلاقي في التعاملات طب بيقعد قدام السوشيال ميديا كثير بيتفرج على أفلام عنف بيلعب ألعاب إلكترونية فيها عنف تعنيف وفيها شدة وفيها إصارة بترجع تلاقي الأم بيقعد فترات طويلة قدام السوشيال ميديا والأجهزة الإلكترونية الأطفال اللي بتعامل معهم في المدرسة هل عندهم نوع من أنواع العنف بتزيق فعلا كده هل الطفل أصلا عضويا كويس هل ما عندهوش فرط حركة أو تشتت انتباع هل القدرات العقلية كويسة هل مثلا الأم مش مهتمية بالغيزة بتاع الصحي للطفل في حاجات كثيرة لما بيجي لسلوك الطفل لازم بسأل عن حاجة كثير جدا بعد ما بسأل عن التنشاء الاجتماعية للطفل أشوف المحتوى الناس اللي حواليه إيه بيتعامل مع مين بيتكلم مع مين السوشيال ميديا لازم نشوف كل الجوانب كلها اللي الطفل بيتعرض لها أو بيتفاعل معها عشان نعرف سبب المشكلة دي إيه وبنرجع من الله شوية من مشاكل الأسرية أو الخلافات الأسرية شوية من السوشيال ميديا أحيانا بتلاقي أسباب من التعامل مع أصحابه في المدرسة أو في النادي بتلاقي هو بيتعنف أصلا مع أصدقائه الأمم بتبقاش عارفة بتبقاش عندها مثلا مراقبة تامة للطفل بتشوف مين اللي بتعامل معايا من أصدقائه ومين بيكلمه كل دا لازم احنا بقى عارفينه فلما بعد اسأل في التفاصيل دي كلها بوصل للمشكلة إيه وأعرف إزاي الطفل دي وصل لكده طيب في النهاية بقى عايز حضرتك تدلنا رشدة أو كابسولة كده للأزواج خصوصا الأزواج حديثي الزواج أو المقبلين على الزواج كيفية التعامل مع الأبناء وكيفية التعامل مع بعض قدام الأبناء إزاي دا يحصل وإزاي نكون أسرة نفسية سليمة أسرة مفهاش أي مشاكل أو فيها بلاش نقول مفهاش أي مشاكل لأنه كاي كاي المشاكل موجودة لكن خلينا نقول مفهاش عم في أسري خلينا أقول لحديثك طبعا بداية الزواج أصلا لازم الاختراف بقى صح لازم يكون في توافق بين الطرفين قبل أصلا ما نبناء الأسرة قبل منام الأساسيات للأسرة الزوجية استعيدة لازم بقى في توافق بين الزوج والزوجة هل أنت متوافق معها نفسيا فكريا عاطفيا بتلبي كل احتياجاتك وهي تتلبي كل احتياجاتك كمان إن احنا لازم نحط فترة خطوبة مناسبة عشان نعرف بعض ما ينفعش يكون في سلوكيات سلبية مش متوافقة معي أنا مش متقبلها أصلا فلازم أكون متقبلة سلوك السلبيات قبل الإجابيات لازم البنت تتقبل السلبيات قبل الإجابيات كذلك الولد يتقبل سلبياتها ما ينفعش يقول إن أنا بحبها في حاجات معينة والحاجات التانية لأ فقبل ما نقدم على فكرة الزواج لازم نكون في متقبلين بعض من كل المجالات ويكون في توفق في كل المجالات دخلنا الأسرة وزوجنا وجبنا أطفال صغيرين لازم تكون في المعاملة في احترام وتأدير بين الاتنين لازم نبقى عارفين إن في أطفال إحنا هنبقى مسؤولين عنهم عشان ولادنا هم أغلى حاجة في حياتنا لازم نعمل فاصل بين الولاد وبين علاقاتنا مع بعض في ضغوط نفسية في أزمات نفسية بنمر بيها لما نحسس ولادنا بيها لازم على قد ما نقدر نحتوي المشاكل دي ونقدر نحلها صح نحط إيدنا في إيدهم بعض ونكون متفقين على ده كله من قبل الجواز إن الأطفال ما هنوش زنب في حاجة ثانيا لازم نبقى عارفين إن إحنا علاقتنا بولادنا نحسنها ما ينفعش إن أنا أدي قصوة هلاقي قصوة استحالة لما لاقي حب هلاقي حب لما طفلا ده إن هو صغير أدي له حب واحتواء وحنان لما أنا أكبر في السن ابن ما يكبر بقى في سنه مرهقة وكبير هادييني حب واحتواء وحنان لازم نبقى حطين ده كله في دماغنا لازم نبقى حطين إن إحنا علاقتنا بولادنا تكون كويسة جدا ما عودش أركز مع ولادي على النجاح والتفوق إن هو يبقى مهندس ولا دكتور وأضغط عليه وعمل عليه استرس وضغط نفسه طول فترة الامتحانات وعايزها أحسن واحد في الدنيا وعايزها أحسن واحد في النادي ويلعب ويخش بطلاط وأنا ضغط عليه عمله استرس عصبي ونفسي وبخسر علاقت بيه لا أنا ممكن أن أنجح ابني وخليه متفوق وأنا علاقت كويسة بيه مش إن أنا عنفه وابقه وقعد قرنه بينه وبنصحابه فكرة المقارنة كمان يا فندم خاطئة جدا جدا إن أنا قعد أقارن ابني بأخواته وأصحابه وأصدقائه دي أنت كده بتدمر شخصية الطفل بتخليه ما عندوش أي طموح ويبكد الثقة في نفسه فدي الأساسيات دي كلها اللي لازم كل زوج وزوجة يعرفوا كده لازم يعرفوا إن أولادهم ده كيان نفسية إن ده هيكبر هيفيد نفسه وهيفيد أسرته وهيفيد المجتمع لازم نقدم المجتمع شخصية سوية ما نقدمش مجتمع شخصية عندها حرافات سلوكية أو مشاكل سلوكية تأثر بعد كده على علاقته بالمجتمع إنه يعمل بعد كده جرائم ونرجع نقول ده أساسها التربية لازم نخلي بالنا كل طفل بييجي نكون مفكرين ومتفقين على كل حاجة مع بعض قبل ما نقدم على فكرة الإنجاب وإزاي نتعامل مع بعض وإزاي إن إحنا نقرأ ونتكلم مع مختصين نفسيين في معاملة الأطفال في تربية الأطفال وتربية إيجابية سيبت يا دكتورية بتكون كلها يعني حاجات بسيطة بس لما بتتحطوا كلها جنب بعض كده بتكون صح زي ما حضرتك قلت أسرة سليمة سوية نفسيا فاندم أنا بيجيلي والله في العيادة ناس بمتعلمين جدا ومثقفين بس للأسف ما عندهمش خبرة خالص في التربية بنات الأطفال ما يعرفوش إن العنف والإهانة والتوابيق ده بيدمر شخصية الطفل ما يعرفوش إن الضرب ده بيدمر شخصية الطفل الولد يقولك مثلا أبي يجي يقولي إيه أنا أبضربه عشان ربي خليه راجل لا يا فاندم الراجل ما يبقاش راجل بالضرب الراجل يبقى راجل بشخصيتك بأخلاقك أنت كده بتدمره نفسيا وتفكي تسقط في نفسه أنت بيتخلوش راجل كده أنت بخلوش شخصية ضعيفة صحيح أنا بربيه عشان يبقى راجل وعلى الرغم إن الأباء والأمهات ده مصقفين ومتعلمين بس مش عارفين يتعاملوا صحيح ما عندهمش أفكار ولا وعي إن يتعاملوا مع أولادهم صح موضوع التربية ده دكتور واضح إنه هو بحر كبير هو بحر كبير بس يليت على قد ما يقدروا الأباء والأمهات يعني يليت نسمع فيديوهات كتير بس من الناس مختصين حاجة مش عارفين نتعامل معاها مش عايب إن إحنا نسأل مش عايب إن إحنا نسأل حاجة إحنا مش فهمنا نسأل مختصين يدينا النصيح الصح يقولون إزاي نتعامل صح مع أولادنا بدل ما نتعامل مع أولادنا بطريقة غلط نرجع نقول بعد كده وهو ده طفل حصل وحصل وحصل وده دورنا إن إحنا نستضيف نمازج زي حضرتك عشان نوضح لسادة المشاهدين كيفية التعامل الصحيح بين الأزواج وبين الأبناء وزي ما قلت حضرتك هو التربية بحر أكيد هيكون لنا اللقاءات تانية نتكلم فيها أكتر عن التربية وإزاي نتعامل مع أولادنا كنا سعداء جدا جدا موجود حضرتك معنا دكتور النهاردة واستفدنا جدا وأعتقد السادة المشاهدين استفادوا بشكل كبير جدا بنشكرك وأكيد هيكون لنا اللقاءات تانية مشاهدين الكرام بنشكر حضرتكم جدا على طيب المتابعة ده كان موضوعنا النهاردة موضوع العنف الأسري نتمنى طبعا إن كل الأسر المصرية تنعم بحياة هدئة وما يكونش فيها عنف أسري وإن شاء الله نلتقي مع حضرتكم في حلقات قادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة